يقول كيف نستفيد من العلماء كيف نستفيد لابد أولا أن تسأل عن العلماء الكبار نعم تبحث عن دروسهم وترتحق بها لابد يكون عندك برنامج مثل الدراسة الجامعية في النهار المساء عندك برنامج كتب تقررها تكتبها تختمها عندك أنت الآن أهم شيء النغة العربية هذا بعد التوحيد طبعا لابد أن يكون منتهي منها الأصول الثلاثة أقل شيء نعم لابد أن تستطيع أن تستطيع الأصول الثلاثة مثل الدراسة الثلاثة فاللغة العربية الآن سهلة عندك الآن مجتمع حولك اللوحات كل شيء يشجعك على دراسة اللغة العربية لابد أن تكون كل شيء يحتاجه للمساء العربية حتى الآن سيكون الأصول الثلاثة لكي تستطيع أن تستطيع الأصول الثلاثة أترك الانجليزية أطلقها بالثلاثة أتركها جوالك غير لغة العربية غير لغة العربية تغير لغة العربية غير لغة العربية لا تتكلم إلا بالعربية لا تسبع إلا العربية لا تنظر إلا للغة العربية لأن الآن إذا تعلمت اللغة شهر جدا تستطيع في الدروس العلمية لأنه إذا كنت تستطيع تفهم لكلامي لأنه يتكلم ببطء، مثل الشيخ عبد الرزاق البدر هناك بعض الشيخ يتكلم ببطء، مثل عبد الرزاق البدر لكي تستطيع أن تفهمهم حتى مع تفاقاتك تستمع إذا لم تفهم شيء ما يجانبك أسأل أو سجلت كلمة إذا لم تفهم شيء، سأسأل الناس أقوم بك أو أقوم بك أو أقوم بأنك لا تفهم بإذن الله تجد دروس كثيرة، دروس في اللغة، دروس في العقيدة، دروس في الفقه، دروس في الحديث، كل شيء موجود في الحرم والله سيوجد كل شكل مختلف في الحرم ماك دروس في الناقيدة، دروس في الفقه، إن أرب 1080oh كل السيطة التي تجد أن تكون في الحرم يا